أهلا بكم أكد جلالة الملك عبد الله الثاني أن الأردن نجح في التعامل مع فيروس كورونا والذي هو حاليا تحت السيطرة مشددا على أهمية التركيز على الوضع الاقتصادي الذي هو أكبر تحدي أمامنا بالإضافة إلى الفقر والبطالة وعبر جلالته خلال لقائه وجهاء وشخصيات من مختلف المحافظات عن اعتقاده بأن الإنتاج الأردني في قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية والزراعة المتطورة بما فيها الصناعات الغذائية سيتميز عن كثيرا من الدول مشيرا إلى أهمية التركيز على القطاع الزراعي للتخفيف من البطالة وفيما يتعلق بالترويج للأردن سياحيا أكد جلالة الملك أهمية السياحة الدينية والعلاجية وتأثيرها على الاقتصاد الوطني وضرورة تعزيزها في المحافظات لافتا إلى أن أي قرار يتعلق بالانفتاح يتطلب التروي ودراسته بشكل جيد